قالت وزارة الصحة الليبية إن عشرة أشخاص قتلوا أصيب نحو أربعين بينهم نساء وأطفال خلال يومين من الاشتباكات المندلعة بين قوة حماية ترابلس واللواء السابع جنوبي العاصمة وخرقت هذه الاشتباكات الهنة التي رعطها الأمم المتحدة لوقف القتال في ترابلس في أيلول سبتمبر الماضي وتتركز الاشتباكات بين الفصائل المتنحرة في منطقة قصر بنغشير التي تضم مطار ترابلس الدولي المدمر منذ عام 2014 جنوب العاصمة لنفهم أكثر ما يحدث في العاصمة الليبية معنا هنا في الاستوديو السادة عبدالله الكبير الكاتب والمحل السياسي سأل خير سأل عبدالله محبوب بك يعني غموض كبير يحوم حول ما حدث في العاصمة الليبية ترابلس خلال اليومين الماضيين كما يحوم حول الوضع الليبي بشكل عام نتحدث عن ما حدث في ترابلس كيف تفسلنا ما حدث هناك ما حصل هي هو تجدد للاشتباكات بين قوة حماية ترابلس أو الفصائل المسلحة الموجودة في ترابلس والتي انضمت في كيان واحد تحت اسم قوة حماية ترابلس واللواء السابع وهو لواء يضم مجموعة من العسكريين ضباط وجنود ولا يعرف أحد تبعيته لمن حتى الآن هذه المعارك اندلعت في أغسطس نهاية أغسطس الماضي وبداية سبتمبر الماضي وراح ضحيتها بين قتيل وجريح المئات ثم تدخلت الأمم المتحدة وفرضت الهدنة في سبتمبر في أربعة سبتمبر تم عقد اتفاق هدنة بين الطرفين وهدأت الأمور منذ ذلك في سبتمبر الماضي في سبتمبر الماضي أربعة سبتمبر الماضي في مدينة الزاوية غربي ترابلس تم توقيع الهدنة بحضور كل الأطراف اللواء السابع والفصائل المسلحة وبحضور وزارة الداخلية وممتل الحكومة الوفاق وتم عقد هدنة بين الطرفين تجددت الاشتباكات قبل يومين أعتقد أن سبب تجدد الاشتباكات هو تحرك وزارة الداخلية تجاه تأمين مطار طرابلس العالمي وإعادة تأهيله وتحميه قوة تتبع وزارة الداخلية لا تتبع قوة حماية طرابلس حتى نفهم المطار خارج الخدمة حتى اللحظة خارج الخدمة ولكن شرع في صيانته وعلى وشك أن يكتمل ويعود إلى العمل من جديد وهذه الجهة التي تقول أن لا أحد يعرف ما هو ولاؤها هي التي تحول دون عودة العمل به أو تحاول لا هي التي تقدمت من أجل أن تحمي محيط المطار يبدو أنها متفقة مع وزارة الداخلية أنها تحمي محيط المطار والمطار يخضع لأمن المنافذ قوة تتبع وزارة الداخلية مباشرة إذن قوة حماية طرابلس أصبحت خارج اللعبة في مطار طرابلس الدولي وبما أنها تسيطر على مطار معتيقة وهو المنفذ الوحيد في طرابلس الحكومة والوزراء وكل من يريد أن يغادر طرابلس يغادر ليبيا عن طريق معتيقة عندما يبدأ هذا المطار في العمل ينتهي مطار معتيقة وبالتالي قوة حماية طرابلس أو هذه الفصائل المسلحة في طرابلس لن تعود مسيطرة على منفذ أو مسيطرة على منفذ لا يعمل تبدأ حكومة الوفاق في استخدام المطار الآخر تتحرر نسبيا من هيمنة هذه الفصائل المسلحة هذا الأمر استفز هذه الفصائل وتقدمت وسيطرت على كامل المنطقة بما فيها مطار طرابلس الدولي مفهوم طيب هدف متعلق بالمطار والاشتباكات هناك الآن الهدنة ما مصيرها بعد هذا ليس الخرق الأول وليس حتى الثاني هناك خروقات كثيرة ما مصير هذه الهدنة الهدنة في اعتقادي ما تزال صامدة نسبيا لأن الاشتباكات التي وقعت هي اشتباكات متقطعة حتى اليوم كانت هناك اشتباكات محدودة المشكلة أن قوة حماية طرابلس الآن تقدمت واقتربت من ترهونة معقل اللواء السابع إذن إذا استمرت في تقدمها تجاه ترهونة وأخذت وضع الهجوم اللواء السابع مضطر أن يدافع عن نفسه وهنا الأمر خطير جدا قد تتسع رقعة الاشتباكات رغم أن السيد غسان سلامة قال في إحاطته أمام مجلس الأمن أن الهدنة ما تزال صامدة لا أعرف كيف يصفها بالصامدة وهي تخرق بين الحين والآخر وهو عندما كان يقدم إحاطته أمام مجلس الأمن والاشتباكات مستمرة هذا يدفعني إلى وضع تساؤل عن الصورة الأمنية الأعمة في ليبيا والأكبر وكأن الدولة أو على الأقل الحكومة في العاصمة طرابلس ليست ممسكة بزمام الأمور أمنية في المناطق التي تسيطر عليها بالطبع ليست ممسكة بزمام الأمور الآن كلفت شخصية قوية في وزارة الداخلية سيد فتحي بشاغة ينتمي لمدينة مصراتة مدينة لها ثقل سياسي وعسكري على أمل أن يلجم قوة حماية طرابلس أو الفصائل المسلحة في طرابلس ويعيد هيكلة وزارة الداخلية لكي تحل محل قوة حماية طرابلس وتصبح لحكومة الوفاق أدرع تابعة لها ومؤسسات حقيقية يثق فيها الليبيون ولكن قوة حماية طرابلس عندما صرح فائز السراج بأنه يؤيد وزارة الداخلية ويؤيد فتحي بشاغة في خطواته التي يقوم بها على الفور أصدروا بيان قالوا أنهم لن يعترفوا بفائز السراج وبقراراته ما لم يجتمع المجلس الرئاسي كله وهو طبعا كما يقال في المثل شرط النسيب الكارة المجلس الرئاسي منقسم على نفسه والخلافات بينهم عميقة مستحيل أن يجمع على مختار واحدة مستحيل أن يجتمع على التسعة لكي يصدر قرار لكي توافق عليه قوة حماية طرابلس لا أريد أن هناك هذا الحوار بدون أن نتحدث عن حركة الملاحة في العاصمة الليبية تحدثنا عن المطار القديم غير المستعمل حاليا والذي يتم العمل على إعادة إصلاحه ومطار معيتيقة كيف أثر كل هذا على حركة الملاحة من وإلى طرابلس الحركة عادية جدا لأن الاشتباكات بعيدة الاشتباكات تجري في جنوب طرابلس يعني بعيدة على الأقل 20 أو 25 كم عن مطار معيتيقة ما زال مطار معيتيقة هو المنفذ الوحيد في طرابلس ما زال يعمل بشكل طبيعي الاشتباكات بعيدة عنه إلا إذا تحركت قوة من تجورة المدينة المجاورة لطرابلس والقريبة من مطار معيتيقة وشاركت في هذه الاشتباكات كما حصل في المرة الماضية وانطلقت قذائف على مطار معيتيقة حينها ستتوقف لكن حتى الآن لم يحدث هذا والاشتباكات محصورة في جنوب طرابلس شكرا جزيلا لك عبدالله الكبير الكاتب المحصية سليبي شكرا شكرا لك